اشتركوا في القناة والرحمة الراحمين نمضي وإياكم أيها الإخوة الكرام في سلسلة رسالة أتحدث في شهر ربيع إن شاء الله عن سلسلة اسمها أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم والحقيقة نحن نحتفل بذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام مصالت الذكريات يعني المولد بيجوا الناس بيعدوا يسمعوا الإنشاد ويهدوا الملبسوا بيمشوا أصحاب النبي ما احتفلوا بذكرى المولد لأن النبي كان بين ظهرانيهم ومن بعده ومن بعده كانوا يحبون رسول الله حب حقيقي نحن عم ننسى سأقولنا هل لك الذكرى هل الذكرى تنفع المؤمنين ولكن أريد أن أقف نحن عم نصير معنا يا أخواننا الكرام شغلات صفيان الحقيقة انقلبت إلى ذكرى بر الوالدين اللي هو دين اللي هو وصية وصية الله صار بر الوالدين ذكرى واحد وعشرين ثلاثة عيد الأم يا ريت عيد الأم وعيد الأب عيد الأم لحاله حب النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو دين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبي لا يؤمن في شيء بالإيمان ناقص صرى الموليد يعني بدي عبر عن حبه للنبي عليه الصلاة والسلام بالمود طبعا هذا على رأسنا أكيد شيء نحن بنرفع رأسنا لكن أيننا نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله بعثلنا النبي عليه الصلاة والسلام اهدية من عند الله مشان إيش مشان نتأسى كل هذا بالدليل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بدك أنت تتكرم يوم القيامة بمنزلت الأبرار اقتدي برسول الله الله بعث لنا نموذج هلا كيف الواحد اللي بده يفوت على الامتحان لك شو بتجي الأسئلة سؤال بأربعين سؤال بستين أسئلة تعليل جيب أنموذج الله بعث لنا أنموذج أدبني ربي اللي أدبوا الله فأحسن تأديبي اللي جبلوا على الأخلاق الله وإنك لعلى خلق عظيم طيب قال نقتد فيه إذا اقتدينا به فزنا ورب الكعبة سأحكي عن أخلاق الرسول بالسبع أسابيع من شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني وان شاء الله يمكن نقتدي أخوانا الكرام لأن أخلاق الناس فيما بينها هي أخلاق غير فاضلة شوفوا شوفوا الناس فيما بينهم معاملة الآباء مجيدة يعني من الأبناء للآباء ومن الآباء للأبناء معاملة الأمهات من البنت للأم مجيدة معاملة الجيران مو جيدة معاملة الأصحاب مو جيدة ثلاثة أربع العالم تكذب لذلك بتلاقي المشاكل فيما بين الناس الله بعثنا إنموذج اقتد فيه وإذا اقتديتوا لكم الجنة وإذا اقتديتوا لكم الحياة الرغيدة الطيبة في الدنيا قبل الآخرة اليوم سأحكي عن خلق من أخلاق التواضع هو خلق صعب مو كل إنسان يحسن التواضع الناس هذا يحتاج حقيقة إلى تزكية نفس لأن الشيطان الله عز وجل وصفه قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله الإنسان من الجبلة البشرية قبل التزكية بيحب بيحب الأنفي ما بيحب التواضع والتواضع وين بيبين التواضع مو إذا كان الإنسان بسيط كل ما ارتفعت درجة الإنسان كل ما بين التواضع كل ما ارتفعت مرتبتك العلمية والمالية كل ما كان إليك جاه وكان إليك سلطان كل ما توضعت كل ما تبين شو التواضع التواضع هو خفض الجناح وين الجانب كل الإنسان هين لين هين لين خفض الجناح ما تجيب العالي للإنسان هذه كانت أوصاف النبي التي أمره الله بها قال ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين متواضع كل إنسان واحد من بينات كون إلو هلا مكانة مكانة مالية مكانة علمية مكانة ثقافية مكانة بجوز ما أحدا يعرفها كنت عم درس البارحة بالجامعة متفرح جميل شمال أم شفت رجل أعرفه هذا الزلمي بعرفه وقاعد بالصفة الثالث الرابع يعني بالمقاعد الدراسية رتبته عالية أعد مع طلاب سنة الثانية عم درسون أشار إلي أنه استرنا رتبته رتبه كبير جدا 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 بالجامعة ما يريد أحد أن يعرف أنه يدرس العلم متواضع قاعد بين الطلاب صدقا عمره من فوق الستين سنة طلاب الجامعة قديش عمره طالب الجامعة عشرين قديش بينه نبينه أربعين سنة رتبته أعلى من وزير ألم حقيق لا يتعلم ولا أحد قال لي ما أحد يعرف شو أنا هذا نفسهم زكاي الله قال له للنبي ولا تحزن عليهم واخفض جناحك لمين للمؤمنين في آية وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين نبي عليه الصلاة والسلام الله عز وجل جعله خاتم الأنبياء والمرسلين مع ذلك الله فضل على جميع الأنبياء والمرسلين ذكر أمامه نبي من الأنبياء قالوا يا رسول الله أنت خير من هذا قال لا يقولن أحدكم أني خير من يونس ابن متى سبحان الله هذا بيدل بيدل أنه النفس مزكايه صير أنه الإنسان يرغب في أن يستزيد من العلم منها متى ما قال الإنسان أنا جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا خير البرية فقال خير البرية إبراهيم عليه عليه السلام هذا في حديث مسلم رضي الله عنه وأرضاه روى أبو بردة رضي الله عنه قال دخلت على عائشة دخلت على عائشة فأخرجت إلي إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة كان عنا بالشام أيام الحرب الأولى يسمونها لبدة أبو لبدة أو أبو لبادي ما يعني هذا المنطل الاسميك الأخضر الطويل أبو لبادي أبو لبادي يعني الدرك أبو لبادي يقوله عباية أبو لبدة أو أبو لبادي اليمن باردة كان فيها كساء غليظ بين هلالين كل واحد يلبس هللا ما لا يلبسه الملوك ملوك أيام زمان مواصلين عم تلبس الجاكيت الظريف والكنزة الظريفة والجوارب الظريفة والحذاء الظريف روح شوف هللا كسرة شو كان يلبس أنت عم تلبس أفضل مما يلبسه كسرة فاشكري الله عز وجل قال فأقسمت بالله سيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين أفش هلأ بيجي الشاب ما في أواعي ما عندي أواعي هلأ الكنزة صار ثلاثين أربعين ألف ليرة لك عندك لنطلع لك بكرة هدول ما ما بلبسون الله يرحم أيام زمان كان الكنزة تتوارثها الأجيال والشنتة تتوارثها الأجيال تبع المدرسة والصدرية تتوارثها الأجيال أخوه الكبير بعدين الوسطاني بعدين الصغير بتلاقي نجيب صور قديمة بجامة الرياضة كان لابسها سعيد بعدين محمود بعدين خالد نفسها ترقع لونيها هلأ صارت الامرأة تلبس الشغلة تلاك هي ما عند ألبسها مرة ثانية شافوني فيها شوفوا تواضع النبي نحن النبي النبي نصير مثل النبي ما عم نجيب لكم القصص نحن قاعدين عم نحكي حكاية نصير مثل النبي نحن إذا كنا بأزمة الآن وننوفر على آبائنا ونوفر على أزواجنا ونوفر على إخواننا إنسان حتى يجيب كنا يقول يجيب الألف ليرة اللي يجيب ربطة الخفز يعني بده إيش بده صبر بده حلم النبي عليه الصلاة والسلام كان متواضع في بيته تقول السيدة عائشة لما سئلت ما كان النبي يصنع في البيت قال كان يكون في مهنة أهله شو مهنة الأهل شو المرة تشتغل دهان ولا طيان مهنة الأهل الطبخ والنفخ وكان بزمانهم شو يجيبوا الحطب الصغير ويحطوه كان فيه تنور تنور ويشغلوا التنور ويعجنوا تعجن حتى تأخذ خبز زلل الخبز يجيكي يعني جاهز يعني أغلب كانوا يروحوا بعدين شو كان طبخون المساكين أنا بظن أنه تلتة أرباع الأكل الذي نحن ناكله ما بيعرفون أنا لا أدري إذا كان الصحابة دايقين الكوسة أو البيتنجان ما سمعت ما أدري إذا كان لك كانوا يشتهون الواحد إذا كان على فراش الموت يشتهي حب العنب العنب اللي عم تشوفه هلأ يعني اللي الله عز وجل هلأ خلص العنب متى ما نزل المطار شو تطلع الحمضيات هلأ أسبوع أسبوع يمتلاقي الكرمنتينة ليش أنه الإنسان بدون فيتامين س سبحان الله كل شي بوقت علو وسأل رجل عائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل ببيته شيئا قالت نعم كان صلى الله عليه وسلم يخصف نعله هاي بدي وقف عنده اعيار البوط ست شور وزا كان وطيل في عموره سنة شوفوا ما في شي يبدو غسلي يبدو ترقيعة يبدو درازي أنا أذكر إلى الآن ياما أخذ البوط البوط الصيني هذا كان حقومي ورقه انزل على الأسنانية بعد عند سنان باشا بعد الحمدية باتجاه باب صغير هاي ادرز نيا بليرا بليرا ونوص ادرز نيا ويرجع يكمل سنة ثانية نذاء للشباب في هذا الجيل الجديد بوتل رياض حقو مئة الف اد معاش اذا كان شغلة تأليد حقو خمساعة عشرين الف ليرا اد ربع معاش يرحم آبائكم النبي حبيب رب العالمين كان يخصف نعلى ويخيط ثوب ها سبحان الله يكب يكب صدقون الان القميص خير الله واجد القميص اللي انه بصير غير صالح للاستخدام ما بكب انا شخصيا ما بكب هاد من ساويه ممسحة ممسحة قطن هاد قطن قطن غسلوه وساويه ممسحة للقرن الفلاني لذلك لعم تشوفوا اخوانا الكرام الاشياء التي ترمى ترمى في القمامة كلها اشياء تستطيع ان تدورها ما كانت ست بيت الا وتجيد الخياطة والحياكة ما في ست بيت اذا ما عندها ماكينة عند امها تعمل هيك تغير في الملامح لقد ساويه ونديارة للولاد الصغار اللي بدون يجو هاد هو النبي عليه الصلاة والسلام قال ويعملوا في بيته كما يعملوا احدكم في بيته والله اليوم نمد السجاد يلا شباب وين الشباب اليوم جتنا الشتوية خميس الماضي مشغلينكم كلنا المكيفات مو الخميس لك يوم السبت السبت الماضي ليش قربنا ويجي تايك الشتية سبحان الله هو كان وقت الخريف بس ما كان عم يجي ادخل الله عز وجل بعنايته ورعايته حتى انه ايش يصقي ايش ولولا البهائم لم تمطروا كبسة زر ام نزل الخير عن شهر وفي رواية قالت كان بشرا من البشر يحلب شاته ويخدم نفسه هاي كلمة هاي كلمة تيخدم نفسه هاي كلمة وعندك ما شاء الله شباب وويك يلا يا ولاد اطمئي يلا يا ولاد جيب الهي قوم انت لحالك ولا تطلب من حدا وهذا من التواضع الله يرحم والدي يعني بلغ من العمر تلاتة وتسعين سنة اخر سنة اخر سنة ما استطاع ان يخدم نفسه اخر ستة شهر والله قبل بسبعة اشهر من وفاته كان يطلع من البيت لك بدو ما يقلنا يروح يشتري حليب ولبن ويرجع يا سيدي تقول له اذا شافك حدا بعدين بيحكوا علي ايلي انا خليني كل يوم جيب لك ابدا تروح جيب اطلع المطبخ صخنون جيب مي شغلي قرن من الزمان متعود عليها ما استطعنا يعني النقفة في وجهي هيك الصالحين اخوانا الكرام انت خدوم اخدوم اولادك ويدرين على التواضع مر عليهم على الغرف جيب لهم مي قال من شتة لتواضعه انه لا يعرف من بين اصعابه ابدا لا بيتميز بمركب لا بيتميز بايش بلون لا يتميز بعادة الاغنياء والكبراء حطين له ايش حتى وقت غزوة بدر الصحابة قالوا له انه من نبليلك عريش مرضي بعدين قالوا له يا رسول الله نبليلك عريش بس بشان تجلس وانه ما ما يصيبك سوء سوء ما بده يتميز عن اصحابه صلى الله عليه وسلم وين يا اخوانا الكرام وين هلا الواحد ما بيصدق حاله انه يصير هيك هاها يشم ريحة المنصب الباب وقفل وكاميرا وفوت ومدير مكتب والله ما كانوا هيك الناس والله والله يا اخوان الكرام شوم ديفوت شوم ديفوت لعندك الدرويش شوم داك تعرف الناس وانته بالدائرة بالوظيفة شوم داك تعرف حاجات الناس اذا كنت قاضي ولا نكون مدير ولا نكون روى ابو ذر وابو رير رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين الظهري اصحابه اعد معهم مع الجماعة فيجيء الغريب فلا يدري ايهم حتى يسأل فيطلبنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعل له مجلسا يعرفه الغريب اذا اتاه قال فبنينا له دكانا من طين فجلس صلى الله عليه وسلم وكنا نجلس بجنبتيه هيك شغله هيك من طين انه يعني عرف انه ايش هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الواحد بفوت على الضيعة المختار بتلاقي له ايش له ارني محافظة تفوت على المحافظة هون تلاقي ارني مميزة انه هذا مكتب ايش المحافظ هون رئيس البلدية هون تبين النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان كان كعامة الناس في جلوسه ومن تواضعه انه يجيب دعوة من دعاه ولو كان فقيرا ايش انت كارت مين اذا واحد شيء تقريب على عرسي لو دعيت الى كراع لأجبت المآدم شوية المآدم كانت أكل شلوم ما كان صار صار بكل في والله لو دعيت الى ذراع او الى كراع لأجبت ولو اهدي الي ذراع او كراع لقبلت رواه المخاري ورني بعيدة سبحان الله مرة يوم من الايام دعيت الى مكان بعيد ليس بقريب عن دمشق واخ كان طالب علم عرس ورس قالوا لا لنأتي وركبنا بالسيارة سيارات ايام زمان ساعة تطفي وساعة تشعيل صدقا وانقطعت بالرجعة هي صوب يبرود المذكر انه صفيت السيارة في الليل وصرنا هيك نلوح للناس حتى يعني ما وصلت الى بيتي الى الساعة الواحدة والنصف ليلا الى الان اذكرها والله وطعمها يعني اتذوقه لاني اجبت يعني دعوة اخوة خاصة دعوة العرس قالوا ما عنده اولاد صار عمرهم اكتر من عشرين سنة او يقل او يزيد ذكر ديك اليوم سبحان الله اللي فضلت بالله من فضل لله الانسان يسر بدعوة هو يشوف من البسطاء طالب سبحان الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأنف من الضعفة والمساكين ومن الجلوس معهم دول الدرويش اصحاب النبي كله الدرويش على قد تكون انت الله فاتح عليكم يسر عليك الخير ودول الدرويش حديثه معروف شوه النبي لما وصل للمدينة الانصار كانوا اهل نعم اهل مكة اللي هاجروا مع النبي كلهم كانوا فقراء بالبداية من اتبع النبي لا يوجد كم واحد كم رشش رشين سيدنا عبد الرحمن بن عوف وسيدنا ابو بكر وسيدنا عثمان والباقي كلهم من الضعفاء وخاصة لما وقت الهجرة هاجروا المين الموالي والعبيد مع النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا بلال وسيدنا صهيب وسيدنا ابو ذر وسيدنا فنبي كان يجلس مع اهل المدينة اهل المدينة متعطرين حطين عود وعنبر ومزطين دقنون يجي الواحد من اهل الصفة يكون اكل بالزيت ودقنوا طولانة هيك وصلوا عشرة ايام ما متغسل لك ايه النبي عليه وسلام بشر كمان قل له روح تعال بعد العشاء لأ شوفك ام نزل آية آية في عتاب من الله للنبي بسورة الكهف بتحفظين بتقروها واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا هون تروح عندها دول لم أطرين لم أطرين لم أطفين بعد ما نزلت الآية نبي يجلس معهم ويأكل معهم ويقول أهلا بمن عاتبني فيكم ربي أنتم تعرفوا من عاتبني من أجل كون رب العالمين كانوا أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رب العالمين وروا أنس أنس بن مالك أن مرأة كان في عقلها شيء أي كانت بزمان النبي وحده هلا الحمد لله يعني بتلاقي من الصبح للمساء كان في عقلها شيء هلا ليس في عقله شيء اليوم كنت عمصلي صلاة الظهر إيمام كانوا بعد الأخوة الكرام بلشت بالصلاة واحد من آخر الصفوف ما في غير يسكوت يسكوت قالوا أنت انفضيل فضيل والله مفضيل والله مفضيل لا حول ولا قوة إلا بالله نحن عن نصلي يا جماعة حضور مع الله والله سيدنا مفضيل خلصنا الركعة الأولى وبلشنا بالتاني ومفضيل ما كانت تخلص الصيرة والله للتحيات قلت يا رب بس ما السكني يا لادة الزلم ما استجيب الدعوة هل هو أكيد يعني مبين واحد من الناس اللي آخر شي يعني بالتشهد الأخير إذا وقع في قلبي إن الله ستير يحب الستر نار يا جماعة نبي عسون قال إذا إذا أتيتم المسجد فعليكم بالسكينة والتؤدة والوقار وين نحن هل في عقله شيء كان في عقلها شيء أي المرأة يعني مزوبة أو كذا هذا بجوز يكون معه ثقافة ومعه جهادة وعلى ذلك فقص كان في عقلها شيء فقالت يا رسول الله إن لي إليك حاجة شو في موضوع خاص ومن مين للنبي للنبي ما ألا شو في أبو بكر شو في عمار شو في بلال شو في صهيب شو في أبو هريرة قال يا أم فلان انظري أي السكك شئت حتى أقضي لك حاجتك وين تحبي شوفيك بالطريق الفلاني ما تخل الفلاني على باب الجامع لكن النبي فاضلة هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام يعني لو كنت أنت وزير ومدير شيء مستضعف واحد مستخدم آزين قال لك يا سيادة الأستاذ يا سيادة الوزير هناك في موضوع روح قدم طلب بالديوان اكتبوا خطيا وحاكيني ما عندي حاكي كلا أنت أعظم ولا النبي حكولي مين صلى الله عليه وسلم لو حاطر أيام الله بفرج كربتك كل يات ببركة هذا المستضعف عندي دليل هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم جوز هذا اللي بيصبر لك قهوة في المكتب يعني عندي حاجة جوز فاتورة التليفون محسنان يدفع كهرباء محسنان جوز زوجته بدأتلاد جوز مريض لك بجوز لا هذه ولا تلك مرة هيك أخ قال لي عوزك تلو أبشر أنا دائما يقول لي عوزك قال لي قديش مدة اللي مشان أعرف أنا حدد له دايتين ثلاثة وسان عشر دايت ساعة الفلانية دايتين دائما بقل حاضر قال لي نص داية قلت له حاضر تلو أمور قال لي بس بدي أطلب منك الدعاء يا سلام هذا والله الله يكتر منه ندولي شغلته بس بالدعاء الله يجحلنا مفاتيح للخير قال فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها بد حاج بد تمر بد ماء بد شيء من الدراهم بد النبي يعمل لها شفاعة ولكن يعني أعطاها من وقته صلى الله عليه وسلم كل ما كنت أنت إنسان لك شأن كل ما كان التواضع أعظم كان التواضع عند النبي صلى الله عليه وسلم سجية هنا في واحد بد يعمل حاله متواضع يأخذ حصة تموينية وبيقول له خذ معك الكاميرات الله يرضى عليك ونحن عم نعطيهم ونحن نمسح على إيش على روسون ونحن فايتين ونحن طالعين ولا تنسوا التصويرها والكاميرات همشي هذا أهم من الفعل الخير هذا ليس تواضع هو سجية سجية خلق من جو من قلبك الله يرحم الشيخ أمين كفتار والد سمحت الشيخ حكا لي رجل رأى هذا الرجل الذي سوف أقص الخبر عنه أجأ قبل الفجر على جام أبو النور هذه القصة من سبعين ثمانية سنة فات لأ الشيخ مشمر وبالداخل الأبيض طبعا شرعي وكانت وكانت الحمامات شبه وكانت الحمامات من هدول سمونه الرقارات وآي من الرقار وعم يفضي واصل لدأنه فتح الباب أم شاف الشيخ أبو النور أبو النور فوش اتنين ثلاثة بتعطر بالطيب بتطلع ايش النبي عليه الصلاة والسلام كان في اعظم المواقف التي يعني يعتز فيها من يريد العزة لما يكون هيك مثلا شغلة فيها نصر والقائد يكون منتصر لا يمسك السيف وبيلولح فيه ويرفع راسه ودمرناهم وهزمناهم وقهرناهم وأثرناهم نبي لما فتح مكة مكة اللي كانت يعني بلد النبي عشر سنين لما فتح مكة كيف دخل مكة النبي عليه الصلاة والسلام مين يعرف النبي عليه الصلاة والسلام تواضع لله هو وكأنه ساجد حتى يعني لامست جبهته الشريفة ظهر ناقته شام ما هيك هلا هيك بالفيسبوك بنقلوا صور شلون قدمت بالامتحان بعمل لك هيك تعرفوها هي عمل لك هيك عضلات بلا هي بلا قول الحمد لله قول الحمد لله قول الحمد لله طلعت بفضل الله فضلك أنت سوى التحليل شلون عضلات هذا مو بيقوتك قل بفضل الله ياها أما اللي بدنا ياها نحن ما في المصطلحات الإسلامية الله يزيون الخير هدول اللي 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 الله فاتح لهم يعني بالتصميم وبالعبقرية حطوا هذه الأشياء حطوا الكلمات اللي فيها الخير والبركة واللي فيها آيات قرآنية تعلموها تتناقلوها فيما بينكم حتى جزاك الله وخيرا تجي واحد يقول لك شو عم نتفرج على فيلم الرسالة شو عم نحكي لك أنت إذا عم نقل لك جزاك الله وخيرا نقل لك السلام عليكم شو صارت هاي لمين هاي ما أنت مسلم وأنا مسلم يا حسرتي على الناس من كتر ما بععدوا عن الله وبعدوا عن النبي عليه الصلاة والسلام صار المصطلح اللي بتحكيله بتقوله السلام عليكم شو الأخ معه دبلوم لغة عربية بده صباحه بده مساءه بده هاي بده باي أنا أخ بيلي مرحبا بإله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هتا يعرف فالنبي كان متواضع صلى الله عليه وسلم إيش الجبهة لامست هذا يوم الفتح الأكبر لما فات النبي عليه الصلاة والسلام قيل إنه رجل وقيل إنه امرأة والنبي هو القائد فقال أيكم محمد من هذي من هو محمد نبي فايته بعشرة هلاف واحد ما بيّن معه أو معها إنه مين النبي عليه الصلاة والسلام هذا القائد فأشاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قال فأخذته الرعدة هذا هو النبي كان زعيم على ثلاثة أربعة بطع رأس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هون عليك فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد في مكة صلى الله عليه وسلم أنا من عنكم من سلحارة نحن كنون إيش نأكل الأكلات الوسيطة ونأكل إيش اللحم المقدد لم تأطئ تأطئ نحن من منكم ما فيش واللي مو من الناس ما يستطيع أن يخدم الناس أخوان الكرة هذا هو رسول الله صلى الله عجب هاي دعوة لكل إنسان ذو منصب لكل إنسان ذو ثروة لكل إنسان ذو جاه لكل إنسان ذو مال لكل إنسان ذو علم كبير أن يجلس مع العامة ألا أنا لما سوينا المولد المرة الماضية كل الناس على الأرض كراسي بأخر الجامعي الكبير بالسنة يعود أشو بدي أصفلكم وبأصفل كراسي ونعد نستقبل العالم ونستقبل خلينا كل ياتنا مثل بعضنا كون مثل بعضنا هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم في التواضع بين يدي ربه كان إذا سجد تظن السيدة عائشة أنه قد قبض واحد عم يحاكي الله لك حتى إذا سجد وكأنه قد انتقل إلى الدار الآخرة من تواضعه هلأ نحن شلون صلاتنا صلاتنا صلات الدائتين ودائتين ونص نقرن كنقر الديك حتى صلاتنا ما فيها تواضع السجود هو غاية التواضع لله عز وجل ونكون بعبادتنا والنفس تميل إلى التواضع أخوانا الكرام يعني الواحد بميل أنه يتواضع لإنسان يعني أكبر منه هلأ أنت بدك تتواضع لأبوك وأمك وبتتواضع لمن تتعلم منه النبي يسو صلاتنا قال تعلم العلم وتواضع لمن تعلم منه لأنه إذا كنت متكبر ما بتتعلم إثنان لا يتعلما مستحين إيش ومتكبر يكون متواضح الله يزيكم الخير أنتوا قاعدين في ناس قاعدين على الركب في ناس قاعدين ربعة كبار السن قاعدين بس إيش استمعوا له تستمعون العلم تستمعون للقرآن يحتاج إليه صور على واحد لا في فرجل على رجل هذا ما بيتعلم هذا لا يستطيع أن يتعلم وانت القلب يميل إلى التواضع بين يدي الله عز وجل مهما كنت عظيم وكل الناس هل تصور واحد يعني كل الناس تضرب له تحية يكون لواء يكون عماد أول يكون مثلا مشير يكون هو ما بيميل أنه هيك هو يسجد بين إيدين الله ولا يميل هو بينه وبين نفسه يميل أن يجلس ويسجد بين يديه الله وأن يرفع يديه بالدعاء هذا اليوم خلق من أخلاق النبي وهو خلق صعب ما له سهل أنا سأعطيكم خلاصة الدرس بثلاث أشياء أول وحدة إخوان الكرام هذا الخلق تدربوا عليه تدريب وأنا اليوم بدي يكون متواضع مع رفآتي طلعوا هيك سيران مثلا ما بعرف لا ما لديه سيار ولا روحات صار عشر سنين ما شمينا للسير صدق مرة من شيء 12 سنة 13 سنة قبل الأزمة 3 سنين كنا هيك ذاهبين إلى أخ دعانا مكان بسيط جدا بدون أن يساوي أكلت مآلي وكذا سبحان الله أنا دعيت أخ أستاذ دكتور دكتور له مكاني بورد من أمريكا يعني زلم تعبان على حاله لو دورت عليه ما كتلاقي الله وكي لكم لحال يادا نازل على المسبح أو يلعب عملت هيك لقيت وفي المطبخ قاعد يجلي الجليات جلي 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 مآلي جلي زيود يا استهز يا دكتور قال لي أنا هون إرنتي يا الله قديش ونفسهم زكاية بس بس تأخذ واحد غيره أنا جايبيني على مآلي جايبي بدي جاهز بيحمل حاله وبيحرض وبيمشي ها هيك طبيعة الناس بعد ما خلاص شو ساوي لكم شاي ولا يا أستاذ يا دكتور موجود حي يرزق الله يوجه له الخير دائما يعني التمس منه الدعاء هي أخلاق محمدية عدو مع بعض مع بعض أمير القوم خادمهم المتواضع بتأخذ ثواب النبي كان هو يسقي وهي بعدين آخر شي يشرب النبي عليه الصلاة والسلام هاي مو من قصة وهي لما تكون بين أهلك مو من قصة ولما أنت تكون مع زوجتك أو مع أولادك والله مو من قصة ومع جيرانك وأرحمك مو من قصة ولهم تفضلوا بالأسنصور وبالمصعد وأنا يعني بطلع بعدا من كون مو من قصة تعلموها الأمر الثاني إخوان الكرام الإنسان لا يستطيع أن يتواضع إلا إذا كان هناك شيء يدفعه للتواضع وهو الإيمان ما زاد الله عبدا بتواضع إلا عزة بتواضع إلا رفعة والمدد تبع التواضع هل مدد السيارة الوقود ومدد التليفون الشحن ومدد الصوبية المازوت ومدد التواضع هو الإيمان وكل ما كان الإنسان ذو أنفه اعرف إنه لا قيمة له كل ما شفته متواضع عرف إنه كنا نذهب إلى المدينة المنورة اللهم ارزخنا زيارة المدينة المنورة كرامي لحبيبك المصطفى ولا صلي سنة ما رحت على المدينة سنة كاملة آخر يوم كنت فيها في المدينة المنورة السنة الماضية في 12 ربيع يوم 12 ربيع زرت النبي عليه الصلاة والسلام يوم 12 أبدا وجلسنا في روضته وسلمنا عليه سألوا الله أن يردنا ما مر عليه في حياتي أنه مر سنة كاملة ولا أزور النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رزقنا زيارته وشفاعته ورؤيته وبحبته شوف شلوم تجي الأحداث أخوان كورونا ووصص الله يفرج عنا الله يفرج عنا ما بنعلم في أخوان الكرام هي أهوال يوم القيامة اللي عم ندخل فيها أهوال يوم القيامة نسأل الله عز وجل ستر فالشيء اللي بيمدك للتواضع هو الإيمان والإيمان لا تناله إلا بمثل هذه المجالس ولتعلم أن التواضع هو إنما هو شيء تتعلمه علموا أولادكم التواضع من التواضع الإثار من التواضع الإنسان يعني يقدم لغيره ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة كان النبي عليه الصلاة والسلام يخلع عباءته ويقدمها للضيف ويعود عليها وين نحن وين التواضع أخوانا الكرام هذا هو التواضع الأمر الأخير في التواضع هو أن نتواضع من أجل العلم هل صار عننا أنفي أنا بروع الجامعة شو هذا الدرس درس سمعانه أخلاق الرسول شو أخلاق الرسول هو من من بعده عن النبي عليه الصلاة والسلام ما عجبه إيش الكلام أما هو هذا هذا هو الحقيقة يعني شلوم بالجامعة بيلك فيما كل اختصاص في مادة أساسية بالحقوق مثلا بيلك القانون الدستوري بعدين قانون العقوبات بعدين قانون المدني بالطب مثلا الجراحة لدي مادة جراحة بالاقتصاد مثلا الإدارة بالشريعة مثلا بيلك الفقه الإسلامي السيرة النبوية أنت هذو أخلاق الرسول من عندك تعلم الأخلاق من ميسي ميسي بدي أعلمك الأخلاق تعلمك كيف يشم على إيده اليمين وإيده شمال كيف يحطوا بأنوفهم الحل هذول هذول لما تشوفوهم يعني يخلعون ثيابهم ويجلسون في الشمس ولا الناس اللي في الطرقات ولا المغنين والمغنيات ولا الممثلين والممثلات سأل الله السلام ما بتتعلم القيم إلا من صاحب القيم من رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم أخذنا التواضع تواضعوا تواضعوا لآباءكم أمهاتكم تواضعوا لجيرانكم تواضعوا لأزواجكم شو واحد زوجته وأنتي زوجك تقليله تاج راسي تقليله الكلمة اللي فيها فيها الخير وفيها البركة وتواضعوا لمن تتعلموا منه هلا كل أستاذ مسمينوا هذا أبنه وهذا أبطنبيرا وهذا أبو زميرا وهذا لك هذا أستاذك اللي علمها هذا اللي عام يعلمك الرياضيات والجبر ويعلمك الفراغية وعلمك الثاني الفيزياء والكيميا شلون بدك تسميه عاملة سخرية ما ما ممكن وهذا شيخ أبو لفي وهذا أبو شيخه وهذا بعرفه وهذا صاحبي وهذا لك تجي تتعلم وتعود وتتواضع هلا الواحد بيخلص بكالورة بصير سنة أولى ثانية بتخرج الله أكبر الله أكبر الله شو شو تخرج يعني تخرج من المجلس اللي هو فيه ليش ما عم تحضر تردس ليش ما بتعرف استاذ لا والله صرت سنة خامسة يعني هو ترفع عنه لك والله لو بتصير شو ما بتصير بتضلك أنت شو إيه اسمك طالب علم طالب علم لو بتصير من أكابر أهل القوم لذلك ليش الصلاة ليش الصلاة بالمسجد الصلاة بالمسجد لمين للدرويش ولا للأمة كلها كانوا رؤساء جمهوريات يجيو يصلوا في جامع لالة باشا شكري القوات لي كان بيته هون يجي يصلي الفجر هون أهل هون مرة أخ قال لي أنا صرت ثلاثة ربعا محامي سنة ثلاثة حقوق قال الله يجير لنا من الرابعة أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباد الله المقولين الشتاء وربيع المؤمن طال ليله فقام وقصر نهاره فصام على الذكر بعد العشاء ما الوقت قصير لأنه وإن شاء الله نجي قبل الفجر بنصف ساعة على صلاة التهجد كي منصلي الفجر ونحضر مجلس صلاة عن النبي ودرس أسوة حسنة شدوا الهمة والله أخوانا الكرام الآخرة بدأ شغل وما يعرف الواحد إمتى اليوم يجوني على صلاة الظهر جنازة قلت لهم والله لسه ما سمحوا بالصلاة على الجنائز من أجل المرض قال لي تعرف مين المية قال لي فلان الفلاني القاطر عرفه القاطر قال له القاطر رحمة الله عليه توفاه الله أنا أعرفه بيني وبينه كلام وين الله يرحمنا للموت لا يعرف قاضي ولا يعرف صغير ولا يعرف كبير ولا يعرف مرة ولا يعرف بكرة إن شاء الله بنحضر خطبة الجمعة معينكم ومعد الخطبة في محاضرة للدكتور مازين المبارك هي محاضرة من عند الله جيت والله لا وضعه الصحي ولا التباعد بيسمح له أنه يكون لكن هو يعني تفضل قال لي مركز قيم له حق عليه بده يحكي عننا هيك أشياء عن الشام القديمة دكتور مازين المبارك يلي محنكو الشيخ بدر الدين الحسني يلي ما يعرف الشيخ بدر الدين الحسني شيخ بدر الدين الحسني محدث هذه الديار عم يحكي عن قرن مضى إن شاء الله بعد الدرس مباشرة للذكور وبعد المحاضرة يعني بعد خطبة الجمعة فورا إن شاء الله الله يكي يتأبل مننا ومنكم وفي عاملين برنامجين أو ثلاثة بمركز قيم لليافعين وللشباب خليهم يسجلوا لأنه فيه هنا الخير والبركة خذوا بأيديك أولادكم إلى الله ربنا تقبل منا بسر الفاتحة اشتركوا في القناة